تعالى الأمر آخر غاية في الأهمية وفيما يتعلق بالإصابات ودائما جمهور الأهلي بيبقى عايزة تطمن على لعبته إحنا عندنا اتنين لعيبة في الأهلي دلوقتي محل شك من المشاركة في مباراة الوداد يوم الجمعة اللي جاي لكن أنا عايزة تطمن جمهور النادي الأهلي رقم واحد قهربة يعني خلاص على وشك الشفاء التهم نسب كبيرة جدا جدا أنه هو يشارك في المباراة القادمة أمام الوداد يعني خلاص يعتبر الألام كلها راحت شفية تماما من إصابة في العضلة الخلفية لكن ممكن ما يكونش لسه جاهز بدنيا بنسبة 100% حيتم تجهيزه على مدار الأربع تيام اللي جايين قبل المباراة بدنيا لو لأك بنسبة 100% بدنيا هيكون متاح للجهز الفني على حسب بقى رؤية المدير الفني مستر بيتسو مستماني شارك كهرباء ولا لأ لكن نسب مشاركته في هذه المباراة تتخطط 90% ده بالنسبة لمحمود عبد المنعم كهرباء حتى هذه اللحظات يعني ده المستجد اللي موجود معنا لغاية اللحظة اللي لا أتكلم فيها مع حضراتكم دلوقتي طيب اللاعب الآخر وأحد أبرز اللاعبين في النادي الأهلي عمدار الفترة اللي فاتت هو محمد مجدي أفشة موقف أفشة إيه إحنا كنا عارفين إن كان فيه كلام بعد المباراة الأولى مباراة زي أمام الوداد إن أفشة عنده كانت مقاوية في الدلوع ده حقيقي وعنده إجهاد في العضلة الخلفية موضوع العضلة الخلفية ده خلاص إنسان ما فيه إجهاد ولا حاجة وسليم جدا يعني هو سليم لو بنتكلم عن العضلة الخلفية لأ خلاص بقت سليمة من مليون في المئة بالنسبة للأفشة وجاهز إنه هو يلعب لكن إيه اللي حيحصل بكرة؟ بكرة قبل المرام مباشرة اللي حيكون العصر تقريبا الساعة خمسة بالضبط قابليه بنص ساعة أو ساعة حيروح أفشة لمستشفى المعلمين اللي بجوار النادي الأهلي بالجزيرة هيا 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 ه الأشعة هتكون زيادة في الاطمئنان ليس إلا. بالنسبة لمحمد مجدي أفشى لعب النادي الأهلي وأحد أبرز اللعبين خلال الفترة الأخيرة. فبالتالي تبقى لكل المعطيات دي القايمة كلها أو كل اللعبين اللي متاحين بالنسبة للجهاز الفني بخلاف الإصابات الطويلة طبعا مش بتكلم عنها يعني. مثلا متولي هو يعتبر اللعب الوحيد اللي يعتبر مقايد في القايمة الأفريقية دلوقتي وعنده إصابة طويلة فهو مش متاح كده كده لأنه صليبي. بخلاف ذلك كل اللعبين بإذن الله يوم الجمعة اللي جاية حيكون متاحين لمستر بيتسو في مباراة القياب وهي مباراة في الحقيقة غاية في الأهمية. وده أمر مهم بالنسبة لنا أن كله يبقى متاح عشان يبقى عنده ارتاحية في اختيار التشكيل الأنسب لهذه المباراة.